فاز الحزب الاشتراكي في أغلبية مريحة في البرلمان الفرنسي ما سيتيح للرئيس فرانسوا أولون تطبيق برنامجه الانتخابي ومواجهة أزمة اليورو في أوروبا من موقع قوة ومات بيده كل مفاتيح السلطة اللازمة وحصد الحزب الاشتراكي وحلفائه في اليسار 314 مقعدا من أصل 577 في الجمعية الوطنية أي الأكثرية المطلقة مانويل فالت وزير الداخلية الفرنسية يقول وجهوا إلى الفرنسيين أجمع وذلك في محاولة لتحقيق العدالة فيما بينهم ولسيما إصلاح النظام الضريبي أما المرشح السابق للانتخابات الرئاسية سيغولين رويال فقد منيت بهزيمة كبيرة بخسارتها في الانتخابات من جهة أخرى زعيمة الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة ماري لوبان منيت بالهزيمة في هذه الانتخابات بعد أن تصدرت الانتخابات في دائرة إنيان بومان في الجبرة الأولى بينما فازت ماريون مارشيل لوبان 22 عاما وهي حفيدة جون ماري لوبان وابنة شقيقة ماري لوبان بمقعدا في منطقة كاربونتخا الواقعة في جنوب شرقي فرنسا جون فرانسوا كوبي زعيم الحزب الحاكم قال دوري الآن أن أقوم بعملا حقيقيا كأنعكاس لهذه النتائج أي أن نضع على الطاولة كل فكرة من شأنها أن تساعدنا على بناء مستقبل ولا نستطيع القيام بذلك إلا من خلال تجمعنا مع بعض هذا ومن المقرر أن تدعى الجمعية الوطنية الجديدة لدورة استثنائية في مطلع تموز يوليو المقبل لإطلاق سلسرة من الإصلاحات ترجمة نانسي قنقر